السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة قناة الساهر الرحال في أحد الموضوعات المتداولة بين الإخوة الباحثين في مجال الآثار والتاريخ وطبيعة الصخور الأثرية أو غير الأثرية الموجودة في مكان ما وأيضا طبيعة النقوش الموجودة عليها فيما إذا كانت من ناحية أنها مائلة أو مستوية أي مقابلة للسماء مباشرة هذا الموضوع له أثر مهم في موضوع دراسة هذه الرموز ومعرفة طبيعتها وكنهها وأهدافها أيضا نحن نتكلم إخوتي في هذا الموضوع عن الصخور الأثرية ذات الدلالة التي تدل أو التي تدل على كنوز وآثار دفينة وليست تلك الصخور الطبيعية فنحن نصادف النوعين من الصخور في كل مكان نذهب إليه هناك الصخور الطبيعية المائلة مثلا وهناك الصخور الطبيعية السماوية وأيضا هناك الصخور الأثرية المائلة وهناك الصخور الأثرية المستوية الموضوع هو الفرق بين الإشارة المائلة والصخرة المائلة في حالة أن كل الإشارتين تدلان على كنوز بمعنى آخر ما هو الفرق بين الإشارة التكنيزية المائلة والصخرة التكنيزية المائلة هذا هو ما سنفهمه في هذا الموضوع إن شاء الله سبق وأن تناولنا موضوع الإشارات المائلة بشكل عام وتكلمنا كثيرا عنها وأسهبنا في ذلك إسهابا كثيرا الإشارة المائلة الآن بمختصر وبكلمات قليلة هي الإشارة التي تدل على أهداف في مسافة بعيدة عنها قليلا لا تكون قريبة منها ضمن مسافة أمتار قليلة وإنما تزيد عن ذلك ما بين العشرة أمتار أو يعني ضمن هذه الحدود إلى أحيانا مئة متر تقريبا أما الصخرة المائلة والتي تدل على أو لها مدلولات مرتبطة بكنوز فهي صخرة وضعت لتحمل خريطة معينة وهذه الخريطة لمنطقة مائلة حيث في هذه الحالة يجب أن وأقول يجب أن تمثل الصخرة بميلانها نسبة متقاربة ومتناسبة مع طبيعة ميلان المنطقة ذاتها التي تقع فيها الصخرة فمثلا في هذه الحالة يجب أن تكون الصخرة المائلة في سفح جبل أو في سفح منحدر مائل بنسبة معينة ليدل على تضاريس لتدل هذه الصخرة والنقوش التي تحملها وإذا كانت تحمل خريطة تدل على نسبة وشكل وطبيعة هذا الانحناء في هذه المنطقة وأين توجد مخابئ الدفائن بالنسبة لتضاريس هذا المكان المتمثلة على هذه الصخرة إذن معظم الصخور المائلة في هذه الحالة والتي تدل أو ترتبط بمفاهيم كنوز وآثار دفينة أنها تحمل خرائط لهذا الموقع أو تمثل خريطة تضاريسية لهذا الموقع الذي توجد فيه فمن الصعب أن تجد خريطة مستوية تدل على منطقة منحنية من الصعب أن تجد خريطة مائلة أيضا تدل على منطقة مستوية والعكس بالعكس نخلص من هذا إلى أن الصخور المائلة تختلف عن الإشارة المائلة بحيث أن الصخرة المائلة تحمل تضاريس وتعبر عن تضاريس المنطقة المائلة التي تقع ضمنها وبحيث تغطي أعلى الخريطة وأسفلها ويمينها ويسارها أو أعلى الصخرة وأسفلها ويمينها ويسارها في الوقت ذاته وتظهر عليها كل التضاريس أو معظم التضاريس التي كانت موجودة عند صناعة هذه الخريطة ونحت هذه الصخرة وتجهيزها لتمثل المنطقة الموجودة فيها وما على الباحث في هذه الحالة إلا أن يتبع مقياس الرسم الجغرافي الموجود لهذه الخريطة حسب مقارنته بالأرض والعثور على إشارات ودلائل ورموز رئيسية وتثبيتية موجودة على الأرض لها علاقة بما هو موجود على هذه الصخرة إذن الصخرة المائلة تحمل عدة أهداف وتشير إلى عدة أهداف بينما الجرن المائل أو الإشارة المائلة تتكلم عن هدف واحد أو هدفين مرتبطين بالإشارة وهذا يدل عليه ويؤكده الواقع بحيث يرتبط بدراسة الإشارة التي توجد مقابل أو ماذا يوجد مقابل الجرن المائل أو الإشارة المائلة ولمسافة تصل إلى مئة متر تقريبا حسب طبيعة الإشارة المائلة ذاتها فإن هذه المسافة تقرر بحسب طبيعة الإشارة المائلة نفسها هناك إشارات مائلة من شكلها وقياسها تدل على أن هدفها قريب ضمن 10 إلى 15 إلى 20 متر وهناك إشارات مائلة من طبيعتها وشكلها وقياسها تدل على أن أهدافها بعيدة نسبيا مسافة تتجاوز 50 متر تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر